أورد بلاغ لعمادة المهندسين تونسين أن مجلس العمادة صدق على القائمة النهائية التي تتضمن المدارس التي سيتم ترسيم طلبتها الجدد في جدول العمادة عند تخرجهم وتابع البيانة أن المصادقة جاءت بعد الاطلاع على تقرير لجنة فرزي وتقييم ملفات المدارس الهندسية الوردة على العمادة وبناء على المعطيات التكملية الوردة فيها وعلى الانتدابات التي قامت بها المدارس الخاصة في سلك الأساتف الجامعين مع التنويه أن الترسيم في جدول العمادة سيخضع مستقبلا إلى إجراءات ترتيبية تأخذ بعين الاعتبار مدى احترام وأساسات التكوين الهندسي لمعايير الجودة